السلام عليكم معاكم مسنلي سعيد لو اول مرة تتابعني اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوز الجديدة اول باول ولو متابعني اعمل لايك للفيديو اعمل شير بفرح جدا بالكومنت اللي بتسيبوها لي تحت الفيديو النهاردة ان شاء الله معنا هناخد منهج انجليش ويرل 8 تاني عدادي عشان خاطر الناس اللي طلبت هدي يونت 4 لإدارة شرق تمام اليونت بتاعي بعنوان A great destination a great destination destination اللي هي الواجه اللي انا رايح فعندي كلمة palace truly amazed magnificence allow comments review continents sites destination bank complex site surrounded by protective court residence administration gradually gradually ceremony permanent occasion ridiculous ridiculous unique include features encourage culture literature scene mural statue represent legendary legendary entrance façade terrace sorry terrace richly decorated gallery tower paddle sleeveless hire ignore admit leaflet tips measure museum crown teenager productive attractive appearance feathers feathers royal ludicrous ludicrous تمام هنا عطيت كلمة definition طبعا مش محتاج definition انك تحفظه ولكن لازم تعرفه لانه ممكن يحطه لك ويحطه لك نقط فتكتب الكلمة lavishly impressively majistically uniquely repeatedly تمام وهنا عندي adorn design dazzling remarkable وعطيني synonym تاني adorn decorate design style dazzling stunning remarkable unusual وهنا بيقول لي الكلمة والانتنم العكس فبيقول لي real fake ignore notice unimpressive stunning decorated plain وهنا architect ده المهندس المعمري انما architecture ده الهندس المعمري ده architectural ودي adjective ماشي guest بعدين بيقول trickster اللي هو الشخص النصاب او المخادع trickster over the centuries make sure save money rise impressively amazed boy on the east bank find out interested in surrounded by wait for والجزء ده بيتكلم عن grand palace بس طبعا مش عايزين ضايع الوقت في القرية وهنا اعطيني بعض الكلمات هو شايف ان هي قريبة من بعض في المينين فبيقولي كلمة include يعني يشمل على او يتضمن انما include مرفق معاه contain يحتوي يعني تلاقي في حاجة معاه جواف داخله كنست بيجي مع حرف الجر of عشان ما نتلغبطش side d side d side d اللي هو موقع او موقع على النت انما side d موقع مع مكان سياحي مع علم سياحي مع علم سياحي تمام نشوف هنا يعطيني الادكتف والادفرب منها فبيقولي gradual gradually repeated repeatedly impressive impressively lavish lavishly theorist theorously rich richly unique uniquely puriful purifully ridiculous ridiculously proficient proficiently incompetent incompetently optimistic optimistically satisfactory satisfactorily تمام وهنا بيقولي كلمة fiercely يعني angrily richly gradually uniquely تمام وهنا عطيني الكلمات اللي اخرها tur او jer تمام فبيقولي culture literature فحين هنا major ledger تمام picture وهنا كلمات تاني هو اليون الطويل فبيقولي premature premature composure enclosure texture fracture دون مهمين على فكرة بيجوا كتير في الاختيارات ودي الاجابات معنا موجودة وراء على فكرة بس يعني للناس اللي عايز احي 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 جزء الكرامر ان القاعدة دي جديدة بالنسبة لنا ما اخدناه قبل كده اولا انا عندي reported speech reported speech الكلام المبلغ يعني انا قلت كلام وانت روحت قلت مثني اللي قالت كذا فانت كده بلغته على لسانك انت مش على لساني انا انما لما انا اقول الكلام تلاقي الكلام دايما محطوط ما بين quotations تمام زي كده ما بين quotations quotations لهم علامات التنصيص فالكلام ده على لساني انا انت لما تروح تعيده بقى تلاقي تشال الكوتيشنز والكلام الكتب بالطريقة دي تمام طيب كم نوع اللي تلات انواع يا اما statement جملة يا اما order او command امر يا اما سؤال question ولكن السؤال مش علينا اعمل ازاي اساسا قبل ما تتحول اللي هي direct speech فقال لي بديبقى he said هو قال ونفتح quotations كده ونحط الجملة عادي اللي هو قالها طب يا ميس عايز احولها ال indirect احولها ال reported speech يعني حدا قال لي الكلام وانا رايح اعيده على الثاني انا قال لي قدامك كزا حاجة خمس حاجات هتعملها ايه يا ميس اول حاجة لو لقيت he said في الباست زي ما انت شايف كده said مش say said يبقى على طول الجملة اللي جوه الكاتيشنز دي هتتحول للباست هرجحها درجة واحدة للباست يعني ايه يا ميس قال لي يعني هي لو في present symbol هتبقى في الباست symbol يعني ايه برضو يا ميس يعني لو لقيتها play هتبقى played طب لقيتها في present continuous يعني ايه يا ميس قال لي are sinning هتبقى was sinning ارجحها درجة للماضي طب يا ميس لقيتها في present perfectly have lost have هتبقى had lost طب يا ميس لقيتها في الباست symbol هي اساسا باست خليها باست perfect يعني حط هاد وبعدين الباست perfect الباست participle طب يا ميس لقيتها في الباست continuous يعني ايه برضو يعني وزو وير والانج اللي رجعها لي تبقى في الباست perfect يعني ايه برضو يا ميس يعني had وبن والجيران والانج يعني was cleaning هتبقى had been cleaning تمام طب يا ميس لقيت will هتبقى would طب لقيت can هتبقى could لقيت may هتبقى might لقيت مصط هتبقى had to لقيت shall هتبقى should تمام طيب طب يا ميس انا لقيت في الجملة have been recording يعني present perfect continuous ادي have و ادي been و ادي جيران اللي هي دي طب يا ميس احاولها ازاي قال لي هتبقى past perfect continuous have هتبقى had وبن عادي تنزل و recording عادي تنزل يبقى have جبنا ماضيها بقت had تمام طيب يبقى انا لو لقيت قبل اي حاجة ده اسمه reporting verb اللي هو افعال الايه 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 يعني فلو لقيت reporting verb بتاعي في الباست اروح على الجملة اللي انا هعيد هعيد كلامها تاني وحاولها هي كمان للباست طيب ياميس لقيتها في البريزنس زي كلمة say او says او tells تمام يبقى الجملة تفضل زي ما هي في البريزنس ما تعملش حاجة طيب يبقى اول خطه خالص قال لي هابص على reporting verbs لقيته في الباست اروح على الجملة حاولها هي كمان للايه للباست لقيته في البريزنس سيب الجملة زي ما هي في البريزنس تمام كده طيب تاني حاجة قال لي تالت حاجة قال لي حط بعدها that يعني he said that حط كلمة that he told me that خلاص طيب اهي he told me that طب رابع حاجة قال لي اروح بقى عند الجملة اللي قدامي دي وغير الضماير يعني ايه يا ميس يعني الراجل بيقول على لسانه he said الراجل اللي بيقول I play tennis everyday واحد يقول انا بلعب كورة كل يوم فانا سمحت الجملة دي فارحت عدتها ايه لأختي وقلت لها ده هو بيقول ان هو بيلعب كورة كل يوم معنى كده ان انا غيرت الضماير بعد ما هو كان بيقول انا خلتها انا هو طيب اعملها ازاي مش هو الفعل هنا هي انا مش دعب اللي جوه ده هي اللي كان بيتكلم هي صح يبقى انا هقول he said that he ان هو play tennis everyday طب بصوا هنا بيقول لي هي على فكرة ممكن تيجي في الاول وممكن تيجي في الاخر ال 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 الربورتين يعني ممكن اقول لك في الاول وحط الكوتيشن ممكن اقول لك الكوتيشن وحط he said المهمة في كل الحالات ان انا لما اجي حاولها هبتدي بالايه بالهيل بال الربورتينج فحقول لك he said هو اللي قال وحقول الكلام على لسانه هو the birds the birds ونرجع الجملة للماضي we're singing طب هنا بيقول لي I have lost my watch ضيعت الساعة بتاعتي وهو اللي بيقول فانا روحت عدت الكلام لأختي وقلت لها he said هو بيقول ان he he had lost his watch ضيعت ساعته تمام طب بصي هنا she said قالت I bought a dress yesterday انا اشتريت فستان مبارح تمام يبقى انا حقول she said that هي قالت ان she had brought a dress وبدل yesterday في بعض الكلمات بنحولها ودي ححطها لك دلوقتي حشرحها لك دلوقتي بس بفليه بيقول لك he said to me هو قال لي ولما لقي بقى he said to وحد said to وحد احولها ل told حد ليه لان هنا said to قال لي فلان بتتحول تبقى told فلان وإيه الفرق يا ميسما بين say او said و told ان الساد ممكن تيجي لوحدها من غير ما يبقى في حد تقله هو قال وخلصنا انما said to me تمام بتتحول تبقى told me لان told لازم يجي وراه الشخص اللي انت قلت له told me قلت المين told لازم يجي وراها المفعول الobject فيبقى he told مين لازم تقول لي told حد يبقى الفرق ما بين said و told ان الساد ما بيجيش وراها الحد انما told لازم يجي وراها الobject اللي انت بتتكلم عنه فلما يقول لي he said مين حتتحول تبقى told me that بعدين بيقول i was cleaning يبقى he had been cleaning وبدل my room حتبقى his room طب يقول لي the exams will be hard يبقى he said that the exams would be hard تمام كده يبقى بروحة تاني اول حاجة بشوف ال reporting verb بتاعي في الباست اقوم حول الجملة كلها باس طب في البريزنت سيبها يا عم زي ما هي تاني حاجة قال لي بشير الكوتيشنز تالت حاجة بحط ذات رابع حاجة قال لي بروح اغير الضماير ما وقاي بقى شوف مين اللي بيتكلم هي ولا شي ولا ذي والضماير الملكية بتتغير على حسب الفعل اللي انا حطيته جديد طب وبعدين قال لي اغير الثنسز الأزمنة لو احنا قلنا reporting verbs في الباست يبقى كل اللي جو هيبقى في الباست هنرجعوا درجة واحدة للباست طب وخامس حاجة قال لي بحفظ دول طبعا دول كمان شغالين بس تسبتوا حاجة عشان ما تطلعبطوش two days ago two days before tomorrow the next day next month the next or the month after or the following month تمام كده يبقى لقيت ال reporting verb في الباست احول الجملة درجة للباست تمام لقيتها في البريزنس اسيب الجملة زي ما هي في البريزنس يعني هنا في البريزنس يعني بقول لي بيقول لي هي بتقول I am visiting my listen now I am revising my listens now فهنقول she says that she is revising her listens now يبقى انا حولت الضماير وحطت الذات وكل حاجة بس الجملة فضلت زي ما هي في الزمن بتاعها ما رجعتهاش درجة للماضي ولا حاجة تمام طب يا ميس انا لقيت مع كلمة say او said كلمة said اللي هي في الماضي احد الكلمات دي اللي تدل ان الكلام لسه متقل دلوقتي اكيد نو لسه دلوقتي حالا فيقول لك ايه معنى كده ان الكلام لسه متقل دلوقتي نعتبر برضو ان الجملة دي في اللسه متقلة في البريزنت وتنزل زي ما هي من غير ما غير الزمن انما الضماير بتتغير وذات بتتحط والكوتيشن بتتشل تمام طيب هنا بيقول لي لو الجملة دي فاكت حقيقة يعني حقيقة علمية مثلا زي ما يقول لك ان راشا is the biggest country in the world راشا هي اكبر بلد في العالم هل ارجحها درجة للباست قال لي لا طيب يا ميس ما انت قلت ان الريبورتين فيرب سيد يبقى كله يتحول قال لي بس الجملة دي حقيقة فاكت ماينفعش ان انا ألعب في الزمن بتاحها هي فاكت تمام طيب ده بالنسبة لو كانت جملة طيب لو كانت جملة أمر قال لي دي اسهل حاجة بقى في الريبورتين سبيتش ليه قال لي لو قدامي جملة أمر أولا سيد هتتحول للتيل أو هتلاقي كلمة تيل ordered instruct command ask big حد تو والمصدر يعني يطلب كل ده معناه يطلب أو يؤمر أو ينصح أو يحذر أو ينصح أو يؤمر حد إنه حد وده المفعول إنه تو والمصدر لو جملة أمر يعني مثلا أنا بقولك stand up يبقى the teacher told me to stand up هنا بيقولي sit down sit the teacher يبقى the teacher told the students المدرس قال حاولت sit ل told the students to sit down عملت إيه يا ميس قال لي خليت sit down حطيت قبلها تو وحطيت المصدر زي ما هو طلب مننا إن إحنا نقعد to sit down تمام طب بفرض إن ده أمر مام فيه يعني إيه قال لي don't make noise قال لي ساعتها ما قولش تو بقى المصدر أم لا قول إيه قال لي not to والمصدر إزاي يعني هنا don't make noise the teacher told the students not to make noise طب بصوا كده أعايزين نقومنا في الأمر don't waste your time if a mom ordered me not to waste my time مضياش وقت تمام كده وهنا طبعا بيكارم بين بيكلم عن present symbol for future meanings أحيانا بيستخدم present symbol عشان أعبر عن المستقبل أحيانا مش دايما فبيقول لي إمت بيقول لي أحيانا لما دي بقى الجملة فيها كلمة بتدل على المستقبل زي كلمة tomorrow مثلا فيقول لي إيه لما تكون بتكلم عن النتيجة الموعيد التواريخ فأقول لك today is monday so tomorrow is Tuesday طب ليه ما قلت ما هي دي fact بصوا التواريخ الموعيد موعيد الأطورة موعيد البصات موعيد المسلسلات في التلفزيون كل ده بيمشي تمام طيب بيقول لي الأحداث السبتة اللي ما بتتغيرش زي مثلا يقول لك when is the next full moon الأمر حيبقى بدر إمتى حيبقى إمتى بدر طب أنا ما قلتش لي will قال لي عشان ده من الفاكتس من الحقيق السبتة إيه كمان قال لي planned و fixed fixed events الأحداث اللي إيه الواحد بيعملها على طول فيقول له our train sorry what time is the football match الموعيدة هي اللي احنا بنخطط لها والموعيد بتاعت الأفلام والموعيد بتاعت الأحداث بتاعتنا كلها وهنا بيقول لي our train leaves in 10 minutes طب ليه ما قلتش حيغادر الموعيد قلنا بتمشي في person symbol فنقول leaves ماشي طيب هنا دول مهمين قوي بقى دول الفريزل verbs بتوعنا فبيقول لي hang on يعني استنى hang round عمال يدور ويلف حوالين المكان hang up يقفل السكة hang into يحافظ على حاجة أو keep to it وبعدين hang back متأخر دايما تلاقي حد متأخر متأخر في المزاكرة متأخر في الفهم متأخر في الجري متأخر في أي حاجة hang back تمام بيقوا دايما في ري رايت في الاختيارات نشوف ده أعطيني برضو كلمة تانية فبيقول لي برسويت يقنع يقنع informative non-fiction architect practical steep on average rim breathtaking breathtaking amphibians reptiles view device natural wonders population species mammals grand canyon sorry canyon grand canyon rafting adding location explore gorge gorge وانا بيقول لي sporting facilities boarding school mixed school state school private school gymnastics equipment jealous stage facilities دي كلمة تاني تاني برضو عشان هم عارفين انتوا عبقرة ما شاء الله فبيقول لي location size لما كون بكلم عن مكان محتاجة تكلم عن location موقعه فين size الحجم بتاعه formation تكوينه بيتكون من معمول امتى planets and animals لو في حيوانات او نباتات معينة بتعيش فيه exploring the grand canyon من اكتشفه بيعملوا ايه وبيروحوا ازاي هناك visitors قد ايه ناس بتزوره كل سنة وكده احنا خلصنا unit 4 الunit ده على اقدارة شرق معرفش على ادارات اي تاني يا جماعة محدش بعاتي توزيعات المنهج للادارات الاخرى ولكن ده على اقدارة شرق عشان امتحان اكتوبر نوتو طلبتوا مني ان نشرحوا اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو اعمل شير بفرح كده بالقامنس اللي بتسيبوا هالي تحت الفيديو كم معكم مسني اللي سعيد السلام عليكم ورحمة الله